عايش أحمد البشير، كيف يتحرك؟ هل هناك ملاحقة أمنية؟ لا، ما أسميها أمنية؟ هل هناك خطر على حياتك؟ هل هناك تهديدات فعلية حقيقية؟ لو أنت تمارس حياتك مثل ما تقولي على البلاي ستيشن، بالليل حتى الآن تبقى الأرباع الفجرة على البلاي ستيشن؟ ليس على البلاي ستيشن، ليس كل شيء يقدر أمراك أجد والله، هذا السؤال التحديد أنا سألتك، لأن هناك فئة من الجمهور ينتظرون أي إشارة من أحمد البشير بهذا الاتجاه؟ هل هذه الجمهورة الشباب؟ بالعادة تتعلق تعليق بتويتر، وينزلهم في 3000 أحد يعلقون وراك يسألك هذه الأسئلة بدون أن تجاوبهم، فأنا أريد أسألهم بخدمهم لا أعتقد أن تويتر لا يطلب، كيف هو يصعب؟ أنا أريد أسألك هذا السؤال، هل تلقيت تهديدات أمنية؟ هل حياتك مهددة حقيقة بخطر تحركاتك صعبة؟ موضوع التهديدات الأمنية هذا موجود من زمان؟ من أول ما بلشنا بالبرنامج في 2014؟ هل تهديدات جدية؟ جدية، خقدنا واحد من العاملين، الله يذكره بالخير، والحمد لله وشكر أنه قام بالسلامة، مصطفى، مصطفى ضربت ستشينة، جاء أحد استهدفه ونضربه ونجراحه، أوشك أنه يتوفى الرجال، لكن الحمد لله، لا أعرف كيف عاش، ونحن متنصين أنه عاش، أهله بحوبة أهله، وحوبة قرائبة ومحبية، وقلبها طيب، محاولتين اغتيال، فاشلة، في أحد البلدان، أقول لك، نحن تجينا تهديداتها أيضا، لا، محاولات اغتيال، هناك فرق بين التهديد وبين محاولة اغتيال، محاولة اغتيال أي بمعنى، أنه شخص جاء يمحظر ويريده، خططوا، اشتروا اسلاح، ينفذون، ساعة التنفيذ صار الغاء، هذه المحاولات، ترصد يعني، ترصد، واحدة من عندهم، لا أعرف ما فضلت، بالغلط، بالصدفة تماما، كانت هناك دورية مع شرطة أمام البيت، تتوقعوا أن هذه الدورية حماية إلية، هزموا، توقعوا أنني محمي من قبل هذه الدولة، بالصدفة موجودة، كانت تماما، يبدو أحد الجوارين كان هو ضابط، فهي كانت تخططون يدخلون لك للبيت؟ كانت تخططون يدخلون للبيت، وكان يعرفون أني واحد بالبيت، وكان الفكرة أن يدخلون بالبيت، ونهاية أسبوع، فللأحد يكتشف الموضوع، يكونون مسافرين ونراجعين، هذه الخطة كانت، وبالصدفة انكشفت، يبدو، وبالصدفة، طلعت من المكان هذا، تعرف هاي كلمة العلاس بالعراقي؟ أي طبعا، يدلي الناس على بيتك؟ لا، هم جوي من المكان الذي يشتغل بي، وظلوا يراقمون، بقوا يترصدون لك، سبوع عشرة يام هم يراقمون تقريبا، هذا السبب أن أنت اللي لا تستطيع تستغرب بمكان واحد، له هذا ما لا علاقة، واحد من الأسباب، واحد من الأسباب، وها هي، أتمنى لك التوفيق أحمد، شكرا، ترجمة نانسي قنقر